اذا بالنسبة لنهاية السنة الميلادية 2020 واستقبال السنة الميلادية الجديدة 2021 يأتي في ظروف خاصة وظروف استثنائية موسومة بعدة احداث وعدة مستجدات وعلى رأسها كما تعلمون استمرار انتشار وباء كوفيد ديزناف اذا بالنسبة لولايات امن واجداء من خلال البروتوكول تدابير الامنية المسطر فاخذنا بعن الاعتبار هذا المستجد خصوصا بعد صدور قرار السلطات العمومية بمنع الاحتفالات خلال هذا اليوم وكذلك حضر تجول الليل ابتداء من الساعة عشرين الى حدود الساعة السادسة صباحا فالاجراءات والتدابير الامنية المتخذة بطبيعة الحال كانت تتلأم مع هذه المستجدات اذا كالعادة تم توضيف جميع الموارد البشرية وجميع الموارد اللوجيستيكية متوفرة لدى ولاية امن واجداء جميع الوحدات الامنية فهي موظفة بشكل يسمح بالتغطية الامنية الشاملة والكاملة والفعالة لمدينة وجداء انطلاقا من السدود القضائية في مداخل المدينة وذلك من اجل ضبط حركة السير بالسدود القضائية خصوصا بالنسبة للاشخاص الذين لا يتوفرون على رخص استثنائية لتنقل سواء دخولا الى مدينة وجداء او خروجا من مدينة وجداء بالنسبة الوحدات ديال السير والجوالان كذلك فرقة السير والجوالان معبأة بكاملها اولا من اجل تموقع في مراكز الحيلولة والحؤول دون وقوع حوادث السير خاطرة ثانيا لتوفير حركة السير قبل الساعة عشرين حيث كانت لا تزال السيارات والعربات تجوب شوارع المدينة بالنسبة كذلك لوحدات الامن العمومي ووحدات الشرطة القضائية والوحدات المشكلة ونجادات الهيئة الحضارية فكذلك تم التوزيع ديالها على جميع محاور ونقاط المدينة من اجل توفير هدفين الهدف الاول الذي هو هدف وقائي من اجل التواجد الامني المكتف والرامي الى التعزيز وتقوية الاحساس بالامن للمواطنين من جهة وكذلك هذا التواجد من شأنه ان يقين من وقوع سرقات او اعتداءات ما فيما يتعلق بمحاربة الجريمة فكذلك هناك وحدات مختصة في مكافحة الجريمة بشتاء انواعها سواء كانت سرقات بالنشل او سرقات بالخاطف او سرقات موصوفة ثم هناك هناك تطبيق او تنزيل قرارات الصادرة عن سلطة العمومية والمتعلقة بمنع التجمعات ومنع الاحتفالات وكذلك منع التجمع الليلي اذا عموما جميع الشرطيين بدون استثناء التابعين لمنطقة امن وجدة فهم معبؤون وموظفون حتى تمر هذه الليلة لكي نقول احتفالة رأس السنة مدام احتفالات منوعها حتى تمر هذه السنة في نهاية هذا اليوم نهاية السنة الميلادية في احسن الاحوال دون وقوع سرقات دون وقوع اعتداءات ودون وقوع اي حادث من شأنه تاكير صفو هذه الليلة